الدعاء من ليبيا تقول ما حكم العزاء ثلاثة أيام وهل يجب زيارة الميت أم الاتصال يكفي الدعاء من ليبيا بارك الله فيك أولا بالنسبة للتعزية هي التسلية وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تسلية المصاب بكلام يخفف عليه من حرارة ووطأة الحزن الذي حصل له بسبب فقد هذا الحبيب سواء كان من أولاده من أرحامه أو من أقاله هذه سمى التعزية التعزية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا التعزية يعني ليس لها صورة واحدة وإنما التعزية تكون بالزيارة والتعزية تكون بالاتصال والتعزية تكون بالرسالة رسالة مثلا سواء نصية أو رسالة واتس آب أو رسالة ورقية مثلا أيضا التعزية مثل ما ذكرت تكون بالاتصال الهاتف كذلك التعزية ليس لها مكان معين فالتعزية تكون في المسجد وتكون في المقبرة وتكون في الشارع وتكون في البيت مثلا ما عندنا مكان معين يقال والله ما يصلح التعزية إلا هنا اللي عز في المسجد يكفي واللي عز في المقبرة يكفي واللي ما عز يأتي إلى بيت المصاب بهذا الموت يأتي إليه ويعزيه بالنسبة لتحديدها بثلاثة أيام ما عندنا نص أخت الفاضلة يعني صحيح صريح على أن التعزية في حدود ثلاثة أيام سن يعزي في اليوم الأول أو التعزية تكون في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين والشهر ما فيه يعني بعض الناس أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مية ثلاثة ليال إلا على زوج أربعة أشفر وعشرة أو ثلاثة أيام فأخذوا من هذا على أن التعزية ثلاثة أيام وهذا غير صحيح هذا يتكلم عن الحداد حداد غير الزوجة ما تتجاوز فيه ثلاثة أيام يعني تمتن عن الزينة وعن لبس الذهب ونبس الثياب الجميلة ووضع المكياج والخروج وشيء من هذا القبيل هذا ليس على سبيل الوجوب أيضا الذي يجب على الزوج أما أقارب الميت غير الزوجة هذا من باب السنية والاستحباب فأخذ منها بعض الناس أنه والله التعزية ثلاثة أيام غير صحيح التعزية مفتوحة التعزية يعني إنسان طيب الآن أنت مثلا ما عرفتي بوفاة قريبك إلا بعد أربعة أيام خمسة ما تعزين هذا كلام غير صحيح تتصلين ولا تذهبين بنفسك تعزين بارك الله فيك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة